بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد فمحاضرتنا اليوم هي ضمن سلسلة محاضرات الرئاسة الرئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان الحج التوحيد في الحج ومحاضرتنا الحج ومقاصده العقدية الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام والحج هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص لعمل مخصوص وهو يتضمن أعمالا متنوعة من أنواع العبادات يجتمع فيه العبادات القلبية والعبادات القولية والعبادات البدنية والعبادات المالية ومقصد هذه العبادات هو توحيد الله تعالى لأن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه ومن هؤلاء الخلق الإنس والجن فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون والله تعالى والله تعالى نوع العبادات وجعلها تعدى بطرق مختلفة ليشغل الإنسان نفسه بكل جوارحه وعواطفه وحركاته وسكناته لتكون لله والإنسان الذي يريد الحج من حين يبدأ يجهز المال ويجمعه لأجل أن يذهب إلى مكة في زمن معين وسنة محددة أو غير محددة يكون قد بدأت عبادته لله تعالى فيؤجر الإنسان على جمعه للمال لأجل أن يحج وقد يكون من بين الحاضرين من مضى عليه سنوات وهو يجمع المال لأجل أن يوفر له قدرا زائدا عن حاجة من يعولهم يؤمن له السفر للحج والعودة منه فالإنسان بهذا الجمع وهذه النية يؤجر على هذا العمل وعذا القصد والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت حجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فإجرته إلى ما هاجر إليه ولهذا يأتي الناس إلى مكة في زمن الحج والركب كثير والأعداد بالملايين لكن الحاج منهم قليل الحاج هو الذي حج ليعدي مناسك معينة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلصا لله تعالى القصد والطلب فمن كان يرجو لقاع ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الإنسان الذي جاء لعجل أن يحصل على لقب الحج أو جاء لعجل أن يلتقط له صور في الحرم وميناء وعرفات ومزدلفة والرمي والطواف والسعي ويحفظها في بوم عنده للذكرى حصل على هذا لكن هل حج حقيقة؟ فيه إشكال الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلم الله وتزود فإن خير الزاد التقوى والتقونياء للألباب خير خير زاد يتزود به الإنسان في رحلته هو تقوى الله وعمر الله تعالى كل إنسان بأن يتقي الله واتقوني يا أيها النبلاء يا أصحاب العقول يا أصحاب المعرفة والإدراك يا أولي الألباب إذن الحج ليس هو سياحة وليس هو رياضة وليس هو فرجة وليس هو نزهة وليس هو قتل للوقت لا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه هذا هو الحج هذا هو الحج الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال لنا خذ عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا إذن الحج عبادة عظمى عبادة كبرى عبادة يعديها الإنسان في وقت محدد بكيفية معينة ويتغير مظهره فيجب أن يتغير مخبره تتغير عباراته فيجب أن يتغير سلوكه حين يصل الإنسان أول ما يصل للميقات يتغير شكله يخلع ملابسه المعتادة يغسل بدنه يتنظف من كل آثار الماضي يزيل الشعر المطلوب إزالته يلبس ملابس أخرى نظيفة بيضاء ليس فيها شيء من الرفاهية بل هي إزار يلفه على أسفل جسمه ورداء يغطي به كتفيه وأعلى جسمه ويتطيب في بدنه إن كان وقت صلاة صلى سواء كانت فريضة أو نافلة وإن لم يكن وقت صلاة أو كان في طائرة ونحو ذلك فيلبي يدخل في النسك ينوي الدخول في النسك من عمرة أو حج وتتغير عباراته المعتادة ويكون كلامه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك توحيد إعلان بالإقبال على الله مع التعهد على عدم الرجعة للفساد والغي والإفساد أنا منقات ومستجيب للدعاء الذي نادانا به إبراهيم عليه السلام عندما أمره ربه أن يعذنا على جبل أبي قبيس في الحج وإبراهيم ما كان عنده أحد ومكة ما فيها أحد وقال كيف أؤذن من يسمع فأجابه الله سيسمع كلامك من في أصلاب الرجال وأرحام النساء وعن تعذن فأذن وعتيتم أنتم أنتم ممن أتى بسبب نداء إبراهيم وعرفتم ذلك قبل مئات القرون وعلاف السنين فالإنسان أول عمل يعمله يقول لبيك اللهم أنا مجيب لعمرك منقاد لحكمك ملتزم بشريعتك متقيد بتوحيدك مخلص لك العمل وليس معقة بل دائما لبيك اللهم لبيك ليس مرة بل سأستمر على الإنقياد لأمر الله لا شريك لك لا أحد يشترك معك في هذا الإنقياد هو انقياد خالص لله المشركون يعدلونها ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فكان المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك لكن يخربونها ويقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك كاللات والعزة ومنات ونحوها فجعلوا لله شريكا وعما أنتم أهل التوحيد فإنكم تقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا أحد يشترك مع الله في شيء من أنواع العبادة والملك والنعمة والحمد كلها لك من دون اشتراك من دون اشتراك فهي لله خالصة هكذا يعمل الإنسان أول ما يدخل في النسك فيعلن التوحيد لله وأن أعماله كلها خالصة لله يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة لا يقصد بها شيئا من حطام الدنيا ومتاعها فالحج تتجلى فيه مظاهر التوحيد وتتكرر في كل مشعر من المشاعر وإذا تعملتم أعمالكم فيما مضى من العمرة وفيما سيأتي من أعمال الحج تجدون أن الإنسان كل وقته مشغول بتعظيم الله تعالى وإجلاله مما يجعل القلب يتعلق بالله لا بغيره كل منسك له ذكر ودعاء يتكرر هذا في كل المناسك وسنرى هذا منذ أحرمتم بالتلبية مشغولون ويستمر الإنسان بالتلبية ويتعكد ويتعكد كل ما ارتفع مكانا أو هبط واديا أو التقت الجموع أو توقف أو نحو ذلك فيتكرر يتعكد تكرار التلبية في هذه المواقف وكلها توحيد لله جعلت جعلت هذه المناسك لعجل ذكر الله لعجل عبادة الله لعجل إفراد الله تعالى بالعبادة وحده دون سواه الله تبارك وتعالى اختار لعداء هذا النسك أشرف العماكن وأشرف العزمنة وأفضل وأقدس بقعة في العرض اختار الله تعالى شهر ذي الحجة وهو من الأشهر الحروم لعداء مناسك الحج واختار الله تعالى هذه البقعة المباركة مكة التي شرفها الله وحرمها يوم خلق السماوات والعرض وجعلها حرما آمنا وبلداً أميناً وهذا كله لعجل أداء هذه العبادة بعمن وعمان وراحة واطمئنان وعدم وجود شواغل تشغل الإنسان عن أن يخرص لله فلا حجة للإنسان أن يتعلق بغير ربه جل وعلا والواجب عليه أن يلتزم بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويدر حيث قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فيلزم الإنسان أن يكون مستحضراً هذه المعاني ومعظماً للشعائر ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فيلزم الإنسان أن يتقي الله ليستشعر ويتلذذ بأداء المناسك في هذه الأوقات المباركة الإنسان إذا أقبل على مكة وجد أنها تختلف عن غيرها فمكة عرم فيها كثير من الأشياء المباحة في غيرها وهذا لا بد أن ينتبه له الحاج أو أي إنسان قادم إلى مكة ولو كان غير حاج هو بإحرامه حرم عليه عشياء لا يمس طيباً لا يلبس مخيطاً لا يغطي رأسه لا يعقد عقد نكاح لا يقرب من زوجته لا يستمتع منها بشيء لا يصيد كل هذه محظورات عليه إذا وصل إلى مكة وجد أن مكة أيضاً لها حرمة خاصة بها سواء أكنت محرماً أو غير محرم لا يعضج شوكها لا يختلى خلاها لا ينفر صيدها لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد لا يحل القتال فيها كل هذا لقداستها وعظم شأنها والصلاة فيها بمائة ألف الصلاة بمائة ألف صلاة من حيث العجر لا من حيث الإجزاء فإذا وصل الإنسان إلى المطاف إن كان محرماً بعمره فإنه يتوقف عن التلبية ويبدأ بالطواف يستقبل الحجر العسود ويسمي ويكبر ويجعل الكعبة عن يساره ويبدأ طوافه ويرمل في طوافه يسرع في المشي مع تقارب الخطى وهو ينشغل بالدعاء يدعو ربه جل وعلا بدعائه العبادة يبدأ بها من الثناء على الله وتعظيمه وتمجيده وذكره بأسمائه وصفاته ويطرب ما يحتاج يرمل في العشواط الثلاثة وهو مطبع ويمشي في بقية العشواط العربعة مشياً وهو لا يزال مطبع وإذا انتهى من الشوط السابع فإنه يتجه إلى مقام إبراهيم وإذا كان وراءه طائف أبعد عن مكان الطواف وفي جهة المقام أو غيرها واستقبل القبلة وقرأ قول الله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى كما فعل رسولنا عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الركعة الأولى بي قل يا أيها الكافرون لا 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 أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم واليدين تبرع من الشرك والكفر والوثنية المشركون لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في عمرة القضاء في السنة السابعة قالوا نريد أن نحاول أن نصطلح مع محمد ونقول صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخفف من حدة في التعامل معنا وسب آلهتنا وتسفيه الأصنام فنتفاوض معه فلما سمعوه قرأ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الذين تراجعوا وتركوا وقالوا ما فيه مجال للتفاهم هو مصر على أن لا يعبد إلا الله معنا هذا ما يريد أن يدخل معنا في مفاوضات على أننا نجعل في عبادتي شيئا من عبادتي اللات والعز ومنات في الركعة الثانية يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد توحيد خالص توحيد خالص ليس لله كف بل هو الإله وحده المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء فلا إله إلا الله ولا رب سوى فالتوحيد في هاتين السورتين ومعناهما لا إله إلا الله وهذا تخلص من كل آثار الوثنية والشرك والنفاق والرياء وإخلاص لله تعالى في القصد والطلب وهذا هو التوحيد والله تبارك وتعالى يقول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ فالله تعالى أمر بالطواف ببيته مما يدل على أن الطواف خاص بهذا البيت فقط ليس هناك مكان في الدنيا يشرع الطواف فيه عبادة لله لا يوجد في الكرة العرضية مكان آخر يطاف به عبادة لله بل كل ما يعمل هو عبادة للشياطين الذين يطوفون حول القبور وحول القباب وعند العضرحة وفي المقامات والمشاهد كل هذا عبادة للشيطان وهذا مضاد لعبادة الله والطواف بالكعبة ليس عبادة للكعبة وإنما هو عبادة لمن؟ لرب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت وليس يعبدوا هذا البيت بل يعبدوا رب هذا البيت فالذي يطوف بالكعبة يعبد الله تعالى لأن الله تعالى اختار عبادة معينة هي الطواف في هذا المكان فالطواف بالكعبة هو عبادة لله وليس عبادة للكعبة وكل من طاف بالكعبة يعبدها فهو كمن طاف بأي ضريح أو طاف بأي صنم والطواف الصحيح هو طواف بالكعبة عبادة لله والله تعالى نوع العبادات فجعل من عباداته الطواف لكنه لا يتكرر في مكان آخر بل هو لا يقع إلا في هذا البيت فليس هناك مكان آخر يطاف به عبادة لله وإنما هذا هو المكان الوحيد في الدنيا الذي يطاف به عبادة لله والطواف بغيره غير صحيح وهو فاسد وعمل شيطاني يقول الإمام ابن قيم رحمه الله وليس على وجه العرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غير مكة وليس على وجه العرض موضع يشرع تقبيله واستلامه ويحط الخطايا والعوزار غير الحجر الأسود وليس هناك مكان يستلم عبادة لله في هذه العرض إلا الحجر الأسود والركن اليماني ليس في الدنيا مكان يقبل عبادة لله إلا الحجر الأسود ليس هناك مكان يستلم عبادة لله إلا الركن اليماني والحجر الأسود وهذه العماكن هي المشروع استلامها من الكعبة والوكان الوحيد الذي يقبل هو الحجر الأسود وعما الركن اليماني فلا يشرع تقبيله ولا يشرع الإشارة إليه إنما يشرع استلامه والحجر الأسود يشرع تقبيله واستلامه والإشارة إليه وكل ذلك من عبادات الله تعالى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الثاني من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وعرضاهم وقف أمام الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك هذا هو التوحيد نحن نعمل الأعمال عبادة لله بناء على ما جعنا في القرآن وفي سنة المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام ولا نخترع شيئا من عندنا بعض الجهال يذهب إلى هذا العمود ويتمسح به ويقبله أو يمسك هذا الباب ويتمسح به ويقبله كل هذا من عمل أهل الجاهلية وليس من أعمال أهل التوحيد وما آتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالإنسان عليه أن يكون متبعا وليس له أن يكون مبتدعا ونحن قد أرسل الله تعالى إلينا نبيا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يبخل علينا بشيء لم يتوفى إلا بعد أن كمل هذا الدين واتضح لكل أحد وكان من آخر ما نزل عليه في يوم عرفة بعرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فالدين الذي كمل لا يحتاج إلى زيادة لا يأتين أصحاب الطرق ويخترعون أعمالا من عندهم يدعون عنها من الدين هي ليست من الدين الدين هو ما جاء في القرآن والسنة وما حدثه المحدثون واخترعه المخترعون فليس من الدين من عمل عملا ليس عليه عمرنا فهو رد من أحدث في عمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فيجب على الناس أن يفهموا هذه المعاني العظيمة من معاني التوحيد وتثبيت العقيدة في الحج ما يعمله الإنسان في السعي الإنسان إذا انتهى من سنة الطواف يتجه إلى المسعى ويسن له أن يشرب من ماء زمزم إن لم يكن صائما فيتجه إلى الصفاء ويرقى الصفاء ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ الله به لأن الله تعالى يقول إن الصفاء والمروة فالله تعالى بدأ بذكر الصفاء قبل المروة فالنبي صلى الله عليه انتجه إلى الصفاء واستقبل القبلة وكبر الله ورفع يديه إلى السماء وهو يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده وبدأ بالسعي بدأ السعي بالتوحيد بدأ السعي بتثبيت العقيدة فنحن نسعى بين الصفاء والمروة ليس عبادة للصفاء ولا للمروة بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية الذين وضعوا صنما على الصفاء وصنما على المروة وصاروا يعبدونها ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تحرجوا أن يسعوا بين الصفاء والمروة وقالوا إننا كنا نعمل هذا بين الصفاء والمروة عبادة للصنمين الموجودة على الصفاء والمروة فقال الله تعالى لهم إن الصفاء والمروة من شعائر الله قبل أن يوجد هذا الصنم الذي على الصفاء والصنم الذي على المروة فمن حج البيت أو اعتمر افهموا العبارة فلا جناع عليه أن يطوه بهما يقول الله تعالى ليس عليكم إثم إذا سعيت بين الصفاء والمروة هذه العبارة تدل على أنه في أذهان الصحابة رضي الله عنهم مشكلة أن سعي بين الصفاء والمروة يأثم به الإنسان فالله تعالى يقول لا ليس فيه إثم بينما هو ركر من عركان الحج وركر من عركان العمر والله تعالى يقول لا إثم عليكم ليزيل هذا المعنى الذي علق في نفوس الصحابة رضي الله عنهم تحرج عن يسعوا في مكان كان السعي فيه لصنم إساف وصنم نائلة التي هي على الصفاء وعلى المروة فالله تعالى عجاب عن هذا بأنه لا حرج لأن الصفاء والمروة مشعر قبل أن توجد هذه الأصنام وباقية شعيرة من شعائر الحج والعمرة إلى قيام الساعة قال بعضهم إذا كان هذا في من يؤدي الفريضة فما حال من يؤدي تطوع عمرة أو حج فقال الله تعالى ومن تطوع فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع يعني الذي أداها فرضا والذي تطوع كذلك فلا إثم عليه في كل الحالين ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه فلا إثم عليك سواء كان حج أو عمرتك فرضا أو كان تطوعا وليس معنى هذا أن الإنسان يشرع له أن يسعى تطوعا مثل الطواف لا التطوع إنما هو يكون في الطواف وعما السعي فليس فيه تطوع إن كنت محرما بحج أو عمر تسعى وإن لم تكن محرما بحج ولا عمر فليس فيه تطوع في السعي فالله تبارك وتعالى شرع السعي بين الصفى والمروة لعجل ذكر الله تعالى ولعجل إقامة التوحيد بأن يكرر الإنسان الدعاء الوارد في ذلك من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وهو يدعو أيضا بين الصفى والمروة في الذهاب شوط وفي العودة شوط آخر سبع مرات فالإنسان في حال السعي يوحد الله تعالى ويكبره ويهلله ويقر بالملك له والحمد والقدرة كلها لله ومن الله تعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من باب شكر الله ما من الله تعالى به عليه من ظهور هذا الدين وهزيمة الأحزاب الذين ناوعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلى الله بهذا شأن الإسلام وكما تلاحظون الآن الإسلام يزيد يقارب المليارين من البشر في هذا الزمن الحاضر الذي نحن فيه وكل ذلك بفضل الله تعالى الذي أنعم على هذه الأمة بثبات هذا الدين واستمراره وبقائه وسيبقى إلى قيام الساعة بحول الله تعالى وقوته ثم إن السعي يذكر الإنسان بموقف يدل على أثر التوحيد عند الإنسان الموحد وهو ما حصل في أساس شرعية هذه العبادة وهو عندما حصل لأمنا هاجر رضي الله تعالى عنها ورحمها عندما تركها إسماعيل عند البيت وترك عندها قربة من الماء وجراب من التمر ونادت لما تتركنا وهو لا يرد قالت له الله عمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا فذهب إبراهيم وترك الطفل الرضيع وعمه في هذا المكان بعد مدة انتهى الماء وانتهى التمر الذي معه فجف ضرعها وصار ولدها يصيح وهي ليس فيها شيء لأنها عطشة فصارت تبحث عن عثار للماء أو عن مأكان لعل أحدا ينقذهم تذهب إلى الصفاء لعل أحدا قادم من هذه الناحية وتذهب إلى المروه لعل أحدا قادما من ناحية الأخرى وترددت سبع مرات إذا وصلت إلى بطن الوادي أسرعت لأنه مكان خفض لا تشاهد أحد فسمعت صوت مناد ينادي ثم نظرت إلى ولدها وهو يصرخ فإذا بماء زمزم يتفجر من عنده فجاعت مسرعة ورعت الماء يفض على العرض فصارت تجمع الماء بيديها وتناديه وتقول له زم 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 يعني اجتمع لا تنفيذ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركته لفاض معينا فهو يرتفع إلى حد معين ثم يتوقف ولا يسيح في العرض له عشرات الآلاف الآن العدد المقدر في الحرم الآن يزيد عن المليون أو مليونين كل يوم يشربون من هذا وما وما نضب وما نقص وما تغير وطول الأعوام هكذا بطعمه ومذاقه وفوائده وهو الماء الوحيد في الدنيا الذي لا يوجد له نظير ولا يوجد تركيبة مياه في الدنيا مثل تركيبة هذا الماء وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم وبقيت أم إسماعيل تشرب من هذا الماء والطيور تأتيها لأجل أن تشرب من الماء فتصيد وتشوي وتأكل وعادت إليها صحتها ونشاطها وحيويتها هذا يذكر الإنسان المسلم بحاجته إلى ربه بالإلحاح على ربه بالدعاء وقد وعد الله تعالى من صدق مع الله أن يفرج كربته وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا قليلا ما تذكرون لا إله إلا الله فالله تعالى هو وحده المتفرد بهذا العمر من مظاهر التوحيد ومظاهر مقاصد التوحيد في الحج الوقوف بعرفة ماذا يعمل الناس وماذا يقولون وبما ينشغلون النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الظهر والعصر بنمرة ذهب إلى خلف الصخرات ووقف وقال للناس وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وارفعوا عن بطن عورنا بمعنى أن الإنسان إذا دخل حدود عرفات هذا هو المطلوب وينشغل بالعبادة والدعاء ولا ينشغل بغيرها الذهاب إلى صعود جبل إلال أو غيره لا يسال أثر في العبادة العبادة أن تجلس في مخيمك مستقبل القبلة تدعو ربك هذا هو المطلوب والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في مكان معين وبين للناس أن هذا المكان هو وغير سوى المهم بطن عورنا وادي بين الكعبة ومزدلفة بين عرفة ومزدلفة هذا ليس موقفا لا بد أن يدخل الإنسان حدود عرفات وقمتم تلاحظون أنه وضع لوحات وعالمات على حدود عرفا من جميع جهاد فهو يقول للناس وقفتها هنا وعرف كلهم موقفا علم الناس ماذا يعملون قال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شرك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا خير الدعاء وعفضل الدعاء وهو خير ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله الأنبياء قبله فالإنسان مع التلبية يكثر من هذا الدعاء وهذا هو التوحيد هذا هو التوحيد الخالص الصالح فينشغل الإنسان بمثل هذا الدعاء ويدعو بما أحب من أمر دينه ودنياه مما يحتاجه ويحتاجه أهله وأقاربه وجرانه وأحبابه وأمته يدعو له ولمن يحب ويدعو لأمة الإسلام ولجميع المسلمين بكل ما فيه من الخير والنعم والفضائل فيجب على الإنسان أن يكون هذا هو شغله في عرفات وأن لا ينشغل بالقيل والقال والأحاديث والمزاح أو الانشغال بالتعليق على فلان أو على فلان أو نحو ذلك مما يفسد على الإنسان نسكه أو يفقده وقته ويضيعه بلا فائدة وبلا تحصيل صحيح فقد خص الله تعالى عرفة بدعاء هو من عجل دلائل التوحيد والإنسان شرع له أن يجمع بين الظهر والعصر في يوم عرفة في أول وقتها لأجل أن يتفرغ للدعاء لأن هذا اليوم هو أفضل الأيام التي فيها كسب الغنائم وفيها التخلص من الذنوب والآثام ما رؤي الشيطان هو فيه أحقر ولا أذل ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة وذلك لما يرى من كثرة تنزل الرحمات على العباد وكثرة العتقاء من النار من أولاد آدم فالشيطان يحزن حزنا شديدا حيث أنه قد أفلت من قبضته أعداد هائلة من الناس وهو يتحسر على هذا الأمر فينبغي للإنسان أن يتعرض لنفحات ربه لعله أن يكون ممن يحصل على هذه المكرمة والحصول على أن يكون ممن فاز بالعتق من النار والإنسان يستمر في دعائه على هذه الحال إلى أن تغرب الشمس ومن جاء معرفة في النهار فليس له أن يخرج منها إلا بعد أن يتأكد من غروب الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام بقي بها حتى غربت الشمس وذهب شيء كبير من الصفرة ثم دفع بعد ذلك إلى المزدلفة وهو في حال دفعه من مزدلفة كان يلبي ويشرع للإنسان أن ينشغل بالتلبية في حال انتقاله من معرفات إلى مزدلفة ويجهر بها الرجال وتخفيها النساء بقدر ما تسمع من بجوارها ولا تزيد عن ذلك لأن لا يفتتن الرجال بصوتها والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة وكأنه يعلمنا في هذه السنة عندما صرف من عرفات كان يشد زمام ناقته ويشير بيده للناس ويقول لهم السكينة 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 كأنه يعلمنا الآن نحن الآن أشد ما نكون لمثل هذا الموقف وذلك بأن يتربى عند الإنسان وازع الشعور بالأخوة فإن كل الذين حولك إخوانك يعملون ما تعمل ويريدون ما تريد فلا تضايقهم ولا تزحمهم ولا تستأثر بالخير لك وتهمل شأنهم بل كلكم جسد واحد تعبدون ربا واحدا توحدت ملبسكم وعزياءكم وتوحدت كلماتكم التي تدعون بها ففي عرفات تظهر مظاهر الوحدة الأمة بجميع أشكالها العربي والعجمي والعصفر والعبيض والأحمر والعسود كلهم بشكل واحد ويرددون دعاء واحدا ولا يتكرر هذا الشيء في مكان آخر كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك كلهم يقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر كلهم يريدون شيئا واحدا وهو الفوز بالجنة والنجاة من النار الهدف واحد المكان واحد اللغة واحدة الزي واحد فهذه الأمة هي أمة واحدة في كل أمورها فإذا وصل الإنسان إلى المزدلفة فإن أول عمل يعمله هو الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله أذن وصل المغرب والعشاء جمعا وقصرها بصلاة العشاء بأذان واحد وإقامتين سواء وصلت مبكرا أو متأخرا ولا تصلي إلا إذا وصلت إلى مزدلفة إلا إن خشيت أن ينتصف الليل وأنت لا تصل عرفة مزدلفة فحين إذن صلي في الطريق لو أن إنسان حصل له إعاقة من تعط السيارة أو حركة سير ونحوها فخشي أن يأتي منتصف الليل وهو لم يدخل مزدلفة فإنه ينزل ويصلي العشاء المغرب والعشاء أما إذا كان سيصل قبل ذلك فإنه يؤخرها حتى يصل إلى مزدلفة ولو أنه لم يتحرك من عرفة إلا في التاسعة أو نحو ذلك فلا يصلي المغرب والعشاء في عرفات بل يؤخرها حتى أنه يصل إلى عرفات إلى مزدلفة والإنسان المطلوب منه أن يكون ملتزما كما قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام هو المزدلفة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فمطلوب من الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة أن يرتاح من التعب الذي مضى ليتهيأ ويستعد للأعمال التي سيعملها في يوم العيد ولا ينشغل بصلاة إن صلى صلى الوترة ركعة أو ثلاثا أو شيئا قريبا منها ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه سلم أنه أحيا ليلة مزدلفة بالصلاة خلاف ما كان عليه في العادة فإنه كان من عادة عليه الصلاة والسلام أنه يقوم الليل لكن في تلك الليلة نام ولم يذكر عنه إلا ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوترة وركعته الفجر لا في سفر ولا في حضر فقال العلماء عليه ورحمة الله إن النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون صلى قليلا يعني صلى الوترة بركعة أو ثلاث أو نحوها ولم يحيي ليله في تلك الليلة وإلا لو أحياه لبان واشتهر ونقل النبي النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع عليه الفجر ذهب إلى مكان مرتفع بجوار المسجد المعروف الآن وصل به الفجر في أول وقتها ثم استقبل القبلة وصار يدعو الله تعالى وهو يلبي ويدعو الله ويسأله ويرجوه حتى أسفرت الدنيا فهكذا المطلوب من الإنسان أن ينشغل بذلك ما معه عليه الصلاة والسلام من النساء والضعفة أمر ابن عباس بعد غروب القمر يعني في حدود الساعة الثالثة أو الثانية أن يذهب قبل زحام الناس إلى ميناء حتى يتمكن من الرمي قبل أن يدهمهم الناس فإذا كان الناس إذا كان الإنسان معه ضعفة مسنين أو نساء أو حوامل أو ما شابه ذلك فله أن يدفع من المزدلفة بعد منتصف الليل تخفيفا عليهم من الزحام الذي يكون بعد صلاة الفجر وأما من لم يكن كذلك فالمطلوب منه أن يصلي الفجر بمزدلفة ويدعو بعد ذلك ثم ينتقل إلى ميناء وإذا وصل الإنسان إلى ميناء فإنه يتجه إلى جمرة العقبة ويستقبلها ويبدأ برميها بسبع حصيات بسبع حصيات مثل حصى الخذف وحصى الخذف مقداره مقدار حبة الفول فالإنسان يأخذ سبع حصيات من المزدلفة أو من طريقه إلى الجمرة وإذا وصل الجمرة يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع ويرمي كل واحدة وحدها ويكبر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى وصل إلى جمرة العقبة فتوقف عن التربية عن التلبية وبدأ بالتكبير وهو يرمي جمرات العقبة يرفع يده مع كل حصات ويكبر يقول الله أكبر ولا يرمي ثنتين أو ثلاث ولا يضعها في ويده ويطلقها تتساقط هذا لا يصح بل لابد أن ترمى كل واحدة وحدها دفعا ولو رماها دفعة واحدة لا يجزئ منها إلا واحدة ويبقى عليه ست حصيات فلابد أن ترمى كل حصات بمفردها ويكبر مع كل حصات إذن المقصود من الرمي له إسه وأن تأتي بحصات من ذك المكان وتضعها في هذا المكان إنما المقصود هو أن تعبد الله وتعلي ذكر الله فتقول الله أكبر وهذا هو التوحيد هذا هو التوحيد فتوحد الله تعالى برميك إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفة والمروة والرمي والنحر من أجل ذكر الله فالإنسان يعبد الله بأنه حمل حصم معه يحافظ عليه مثل ما يحافظ على النقود ويأتي بها ويرميها في مكان معين لو تقدم قليلا أو تأخر قليلا لا يصح بل لا بد أن ترمى في هذا المكان لو رمى على جمرة الصغرى يوم العيد لا يصح أو رمى الجمرة البسطة يوم العيد لا يصح فلا بد أن ترمى في وقتها في مكانها يوم العيد ترمى جمرة العقبة ووقت الرمي يبدأ من منتصف ليلة العيد ويستمر إلى غروب الشمس من يوم العيد ومن فاته ذلك له أن يرمي ولو كان بعد غروب الشمس للحاجة لهذا إذا رمى الإنسان جمرة العقبة فإن كان معه هدي وعراد أن يذبحه فإنه يذبحه أو إنسان معه هدي التمتع والقران فالأفضل أن يذبحه إذا كان بيده ذلك ولاه أن يؤخر الهدي إلى وقت آخر وكون الإنسان يؤخر ذبحه لا علاقة له بالتحلل ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه وإذا حلق شعر رأسه فإنه يتحلل التحلل الأول ثم بعد تحلله يخلع ملابسه ويلبس ملابس العادية المعتادة ثم حل له كل شيء إلا ما يتعلق بأمر النساء وبعد ذلك يشرع له أن يتطيب ولكن لا يشرع له شيء مما يتعلق بالنساء ويذهب إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج ولاه أن يؤخر ذلك إلى اليوم الثاني إن شق عليه أو نحو ذلك فهذه أعمال الحج وأثرها في التوحيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة